احتلت دولة الكويت المركز الأول على مستوى العالم في عام 2015 بحجم المساعدات الإنسانية المقدمة لمختلف دول العالم منذ ذلك الحين تتقلد دولة الكويت مكانة دولية مرموقة في مجال العمل الإنساني إلى أن جاء التكريم الأممي بتسميتها مركز للعمل الإنساني وإطلاق لقب قائد العمل الإنساني لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه استطاعت دولة الكويت ومنذ انضمامها إلى الأمم المتحدة أن تتقلد مكانة مرموقة في مجال العمل الإنساني على مستوى دول العالم حتى استحقت تكريما دوليا خاصا من قبل الأمم المتحدة بتسميتها مركزا للعمل الإنساني وإطلاق لقب قائد العمل الإنساني على حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الكويت أيضا تعتبر من الدول المانحة الرئيسية لتمويل النداءات الإنسانية لتطلقها الأمم المتحدة من فترة إلى أخرى سواء كان في العراق لما تم تطهير كثير من مناطق من تنظيم داعش الإرهابي واليمن واليمن على سبيل المثال مؤخرا قدمنا تبرع وقدرة 250 مليون دولار وقدمناها للوكالات الأمم المتحدة الإنسانية العاملة في الميدان مثل برنامج القذاء العالمي صندوق الأمم المتحدة للطفولة قدمنا أيضا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد آخر من المنظمات ويعتبر العمل الإنساني ركيزة أساسية لمبادئ دولة الكويت وسياستها الخارجية تحرص عليه عبر مختلف مؤسستها الحكومية والأهلية للقيام بمشاريع تنموية وإنسانية وإغاثية في مختلف دول العالم فطبقا لتقرير الأمم المتحدة حول العمل الإنساني العالمي لهذا العام فقد تبرعت دولة الكويت بحوالي سبعين مليون دولار ذهبت إلى العراق وفلسطين وإيران ولبنان والأردن والسودان حيث يوجد حوالي مليون وسبعين ألف شخص يحتاجون إلى المساعدة حول العالم وبذلك تكون دولة الكويت قد تبرعت بحوالي نصف مليار دولار منذ عام 2013 لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه المساهمات والتبرعات الطوعية حي وضعت الكويت في مقدمة الدول لتقدم مساعدات نسبة إلى عدد السكان نسبة إلى الدخل القومي الكويت في سنة 2015 كانت الدولة الأولى على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية نسبة وتناسب بالنسبة لعدد السكان بالنسبة لدخلها القومي جئنا في المركز الأول في 2015 في المراكز الخمس الأولى في 2016 وكذلك 2017 وهذا شيء يعني لما تشوف الكويت في مصاف الدول المتقدمة في تقديم المساعدات الإنسانية هذا حقيقة يبرز دور الكويت الحضاري والإنساني والأخلاقي في دعم ومنح المساعدات خاصة للدول المتأثرة من نزاعات أو التي تتعرض لكوارث طبيعية وواصلت دولة الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإنساني من خلال مبدأ الدبلوماسية الإنسانية وحق الجميع في الحياة والتي أرصاها حضرت صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بهدف الإسهام في صون قرامة الإنسان وتقديم العون للمحتاجين في مختلف دول العالم من مشارق الأرض ومغاربها من أمام بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة أسامة عبد العزيز تلفزيون دولة الكويت